نظم عشرات الأطفال في محافظة الجوف وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال الذي تستدفه ميليشيات الحوثي بقصفها العشوائي على مناطق سكنية بالمحافظة وحمل الأطفال في بيان وقفتهم الاحتجاجية الأمم المتحدة مسؤولية إيقاف جرائم الميليشيا واستهدافها للمدنيين الأطفال على وجه الخصوص وأكد المحتجون أن استمرار الحوثيين في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين بشكل مستمر يقدم دليلا على تعمدها وإصرارها على قتل المدنيين وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم لا تكاد تجف دماء الأطفال حتى تتكب الميليشيات الإنقلابية مجزر أخرى بحق الطفولة في محافظة الجوف حيث أقدمت الميليشيات الأيام الماضية باستهداف أطفال وهم يلعبون يترفون أمام منازلهم في غصص صاروخ غاشم ما أدى إلى سقوط شهدين من الأطفال ودرح آخر انتاقت حرمة الطفولة وكل الغوانين والعهود والمواثيق الدولية ندعو مجتمع الدول وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل لإنقاذ الطفولة من وحشية الميليشيات كما نطالب محاكمة ومسائلة الميليشيات العذية لما تتكبهم الانتهاكات الإنسانية بحق الطفولة والمدنيين ترجمة نانسي قنقر